الرياضة دائما هي حل عديد المشكلات ووقايا بمشكلات مختلفة خاصة ما يهم الأعصاب والقضاريف والعضلات وغيرها من المشكلات التي يمكن أن تؤثر في حياة الإنسان فلا بد أن تكون الرياضة هي جزء من اللايف ستايل الإنسان أو يوم حياتي يكون فيه الرياضة والصحة هي البداية دائما لليوم سيكون اليوم بالتأكيد فيه كثير من التوفيق وكثير من النجاح ونحرص دائما أن نكون في خط الصحة والعافية وكل الأمنيات الصحة والعافية لكم مشاهدينا في عافية اشتركوا في القناة بالنسبة لينا نحن نعتبر العين من أكتر الحواسة التي ربنا سبحانه وتعالى كرمباء الإنسان والعين مسؤولة من هي أكثر الحواس غيمة ما بنقول يعني باقي الحواس ما مهمة لكن العين بالنسبة لينا حتى في المخ مستلمة أكتر من نص المخ يعني في المساحة التوزيعية مسؤولية العين هي الإبصار والنظر وعشان تكون العين سليمة لازم نقدر نحافظ عليها ربنا نحاب العين بوسائل دفاعية طبيعية من خلق ربانية عملها يجفون خاريية تحميها من البيئة البراء عملها طبقة دموع السطحية عشان تخلصتها العين رطب عشان نقدر نحافظ على الوسيط الأمامي من العين يكون شفاف تماماً نحن عندنا في السودان ربنا حبانا بفصل يعني بطخص صيف وحار وشتاء وجعف وخريف ورطب دي ممكن تعمل مضغيرات فساطة العين بالذات لناس اللي يشتغلون لأنه أغلبها هلنا ناس رعاء وناس مزارعين حب ننصحهم بأنه لما يتعرضوا لأشعة الشمس الخارجية يعني ياريت وضعوا عيونهم بنظارات شمسية الحماية من الأتربة والبيئة الخارجية وبرضه نفتكر أنه التعامل مع العين لو وقع فيه جسم غريب لأخواننا الرعاء والمزارعين من أتربة أو فرع الأسجارة والحيات دي التعامل معه تتم بحرص يعني إزالة الأجسام الغريبة عن طريق استخدام ماء نعرض للعين بدون ما ندعك دعك شديد لأنه لو بيقى فيه جسم غريب صليب وممكن الدعكة تخليه يعني إزبي تبقى جسم غريب في العين وعمله مضاعفات عملية غراح في الغرانيات وكذا فنحن دائما نفتكر أنه التعاملات بالإزعافات اللي أولية مهمة لو الحكاية زادت من كده نعرض نفسنا على الأقرب وحدة الطبية العيون فبالنسبة لنا يعني أمراض العيون كثيرة لكن الحفاظ على صحة العين أي مضغيرات بالنسبة لنا من ألم انحدار في المظر حمراء رصفا يتحدوا حكة شديدة بفراز من العين دي معنات العين بيقى فيه وضع ما سليم محتاجي أنه نشوفه زور مختص في العيون ونحمد الله أنه يعني أطباء العيون والمساعدين طبين العيون في السوداء متوزعين بصورة قوية الحكاية بتعديل قطرات من السوق ساي ونستعملها بدون وصفة طبية من الطبيب دي قد تكون عندها مرضود سلبي بذات في حارة العدم التشخيص السليم يعني حتى بنطلب من أخواننا في السيدليات أنه في صيد القطرات معينة ممكن العامل فيها في عدود وهي هي قطرات الترطيب وقطرات المضادات الحيوية لكن يا ريت القطرات التي فيها كورتزولات القطرات التي تدعالي الضغطة العين ما يدعمه لبقى معاشر مباشر مع المرضى بدون استشارة أو رشدة طبية فدي حاجة مهمة شديدة لأنه يتفقدنا يعني مشاكل كثيرة إنه ممكن تحصل ويا ريت الصيدلاني أو الصيدلالة يقول المريض لو بعد يوميا ما متحسن أن عارب نفسك على طبيب عيون لأنه يأتي لنا مشاكل لو كانت تعرض العالين من المبداية بصورة كويسة في التشخيص ولمرة كانت تماماً لكن نكتشف أنه ناس باستعمال القطرات الخاطئة يعرضوا نفسهم لعلاجات هي ما أساس العلاج الرئيسي للعين فنحن نتمنى أنه ناس رغم عن ظروفة اقتصادية الصعبة يريد أن يتجه أقرب مؤيدة الطبية العيوب لمعالجة المشاكل هناك مشاكل ثانية ظهرت لنا بعمل التطور في الحياة أغلبة الدراسة والعمل عن طريق الوسائل البصرية التي هي التلفونات والتابات والكمبيوترات يعني أي موظف في عمله يجب 90% من العمل عن طريق الأجهز الرغمية والحواسيب هذه عملات متلازمة على النظر للحاسوب التي يمكن أن تعرضوا إلى صدع مزمين تعرضوا إلى إجفاف خارجي في العيون تعرضوا إلى أمراض السقح العين فننصح أن الزوال الذين عمروا فاتوا 40 سنة يحتمال أن يكون محتاجة لأن الضارة يتوضح للشوف القريب يمكن أن يستخدمه للتعامل مع الأجهز الرغمية وإذا كانت تطلع لديه مشكلة للتحسس من الإضاءة الزائدة ينصح أن الوصف الطبية يكون هناك عاكس للأشعة لكي تحمي العين حيث أن الناس تستخدم التلفونات لفترات طويلة في اليوم لديها مشاكل يمكن أن أغرب الأمراض التي تحدث في الحوال الخفي وارتخها عضلات العين يمكن أن نلعب فيها عيبي كبير أن الدراسة والشغول والتركيزة والجرائي يمكن أن تقبل عن طريق الحواسيبة وعن طريق التعبات فنحن لا نقول أنه ضد التطور في الحياة لكن نقول أنه مع التطور الحياة لكن بالمحافظة على العين عن طريق الأجهزة وإستخدامها بصورة رشيدة وصورة سليمة فنمنع أن الزول يتطلع على هاتفه وغرفة مظلمة لأنه ممكن تعمل لنا مشاكل ترفع ضغط العين أو تعمل المشاكل ثانية حس الإنسان أنه أول ما يبدأ يدرس أو يذاكر أو يقرأ له كتاب أو يعرض نفسه على التلفون أو على الكمبيوتر إنه بدأ يحس بأصدع دي برضو يعرض نفسه على طباء العيون مرات دي كل نظرك شدة على ستة لكن يكون محتاج دائر تعمل تخطيط لأعضلات العين تعرف إنه عندك ارتخى أو حوال خفي أو كده هل حوال خارية أو داخلي فدي برضو من الحياة المهمة شديدة نسأل يعني نتمنى إنه نكون قدبنا رشدة كويسة للناس ونسأل الله التوفير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر